واحدة من أبرزي الجسور التي تربط ضفتي الوادي الجسر الذي بني في بداية الخمسينيات من القرن الماضي من بين الجسور المعلقة التي استطاعت أن تتحدى عوامل الطبيعة كما سنتابع في الروبرتاج بوشيب عماري وحمد الحبتي هذه القنطرة المعلقة على ودي العبيد دواحي ووزغت شهيدت سنة 1953 ورغم توفرها على عرض لا يتجاوز مترين وتمانين سنتمترا إلا أنها فاقت سابقاتها من خلال مديداتها التي بلغت مئة وستين مترا هذه القنطرة شكلت معبرا طرقيا مهما في اتجاه مناطق عدة تصل إلى مدينة ورززت من هنا خلقنا في عمارة شيء 65 عام وكانت هذه القديمة مهمة حل الواسات وصفهم زيانة تتحس غير فوق البحار وهي من الشيطة جميلة من هناك زاوية طاحن صالة وكانت رجع في القوية وهذه وراتنا تمنى تبقى القنطرة تبقى صالحة للسياحة والمنطقة كلها الحمول المسموح لها بعبور هذه القنطرة كانت محددة في ثمانية أطنان ليتم تقليصها إلى خمسة كما تشوفوا القنطرة القديمة هي من بين القناطر القليلة في المملكة يعني كيتموني بطن سسبوندو يعني الطول ديالات قريب من مية وستين مترو العرضية لما يفوت شلتة الأمطار في جوج مترو وثمانين يعني للميت يون شارج ولكن كيتم قام علامة وبالتالي يعني أصبح من اللازم بناء قنطرة جديدة بالمواصفات جديدة واللي كتمكن من يعني تمكين حركة السير يعني يعني باش تمر في ظروف من السلامة وبدون تحديد الحمولة هذه التحفة الفنية المعلقة ستعفى خلال شهر غشت القادم من تقل حمولة وسائل النقل لتفتح دراعيها للراجلين كممر أو بالأحرى منتزه يسر الناظرين الراغبين في التمتع وعبور مياه سدبيل ويدان من على قنطرة معلقة قل نظيرها على الأودية والأنهار اشتركوا في القناة